نعم بالنسبة لرئيسي الحكومة المكلف عزيز أخنوش فهو الآن يضع اللمسات الأخيرة على شكل الحكومة من خلال توزيع القطاعات الوزارية كل حسب الاهتمام الذي تريد أن توليه الحكومة المقبلة والقائمون عليها لإدارة الشأن الوطني في وقت ستكون هذه الحكومة أمام تحديات كبرى بعضها أمني غير مسبوق على الصعيد الإقليمي وآخر فيه فرص اقتصادية واعدة وربما غير مسبوقة على الأقل في العقدين الأخيرين ولكن وضع هذه اللمسات والاتفاق على الشخصيات التي ستتولى المناصب يوزيه ضعف على مستوى المعارضة التي بالكاد تشكل ربع أعضاء مجلس النواب وبالتالي فهي ستكون ضعيفة من حيث العدد وأيضا هي مفككة من حيث الانتماء الإيديولوجي أو الاستفاف فبعض الأحزاب لا رابط بينها سوى أنها لم تدخل حكومة أما أن تتفق على برنامج مشترك كما كان يحصل في السابق هذا مستبعد خاصة وأن من بين هذه الأحزاب حزب العدالة والتنمية الذي تراجع إلى مراتب آخيرة يصعب أن يتحالف مع أحزاب أخرى سيما تلك التي تحسب على اليسار أحزاب يمينية كالحركة الشعبية والاتحاد الدستوري منيت بها زائم ومن الصعب الآن أن تصطفى إلى جانب الأحزاب الأخرى من اليسار كالاتحاد الاشتراكي والتقدم الاشتراكي ولكن على العموم المغرب الآن ينتظرون ما الذي سيقول إليه أمر عزيز أخ النوش مع حليفيه عبداللطفوهبي ونزار بركة من الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال لظهور بالحكومة التي لطالما انتظرها المغاربة بعد عشر سنوات من حكم يقول الغالبية أنه لم يؤدي إلى أي نتائج مرجوة أو نتائج في مستوى تطلعات الناخب والمواطن هنا في المملكة المغربية شكرا جزيلا لمفادنا من الرباط عبد الرحيم الفارسي